الحياة الأمر يصل في التشكيك مش بس في اللعيبة يصل لدور النادي في صناعة المدربين فيتالي هو مين لقالي صنع مين مدربين ده كلام لا يمكن ده راجل أهلاوي لا يمكن لأنه يتقال لك الجهري ده كان مدرب من نفسه السائز ده كان مدرب من نفسه الكابتن الوحش كان مدرب يعني ايه مدرب من نفسه يعني أنا لما أجأ أقول دلوقتي كل المدربين المتقلقين في الدور المصري هم من أبناء الأهلي دي ناسة لعبة الكورة وتكونت شخصيتها من خلال النادي الأهلي لا يمكن أن أنت تفصل عماد النحاس أو علي ماهر أو أحمد سامي أو حتى دلوقتي أنت بتتكلم على الفرق اللي هتصعد من تحت حرص الحدود استعام بالكابتن أحمد أيوب أسوان استعام بالكابتن الربيع ياسين بالإضافة إلى أبناء الأهلي اللي موجودين في كل الفرق هم دول لعبة الكورة وتعلموا نظامها وتربوا رياضيا فين إزاي تنكروا حتى على النادي الأهلي دوروا في أنه قدم مدرب زي ساموا أمسون إزاي يعني فيتقال هو مين اللي أهلي عمله لا يمكن ده كلام يقول لا هو بيضرب في حتة تالية أختر من كل ده ماهدي أحصائيات لكن أعجي أقول لك المدربين هم اللي بيجيبوا المطلطة للأهلي الأهلي لا يضيف شيء أنت لما تقعد في السوديهات التحليل ومش من النهاردة عبر تاريخه حتى لما يجوا أنتقدوا الأهلي عشان ينتقسهم المدرب ويقول لك ده أي واحد يضرب الأهلي دلع حنبول لضرب الأهلي يجيبوا البطولة أي حد ده معناه أن الأهلي صانع نجوم صانع المدربين لأنه يوفر المناخة الذي لا يستطيع أحد أن يوفره غير النادي الأهلي اللي هو الاستقرار والدعم نظام العمل كله وفلسفة الأداة وعدم التدخل وحوافز وكل مدرب سواء داخل النادي الأهلي وخارج النادي الأهلي مهما بلغت درجة يعني مش هقول يعني انتماء النادي غير النادي الأهلي يقول لك الأهلي ده نادي أوروبي اتوجد غلط في مصر كابتن محمد عمر وكابتن طلعت يوسف الكابتن مين أكتر واحد ينتقد الأهلي للوقتي كابتن رد عبد العاد ينتقد الأهل وغير الأهل لكن مراكز شواء مع النادي الأهل لكن بيجي يقول لك أي واحد مرة الأهلي يجي بطلط كل مرة يقول لك ده معناه إيه هو عايز يقول إيه إنك أنت ما تقوليش أنا كسبت ما أنت طبيعي إنك تكسب وصلوا المعنى إن الأهل اللي لا يملك رفاهية التعادل أو الخسارة أو حتى لما تكون خسارة نتيجة أخطاء سادجة أو عدم توفيق بقى الضغوط اللي بيكلم عليها المسلماني كده ما هو ما إحنا مش قابلين الخسارة وعايزين بطلط طبعا بس طول عمرنا وإحنا بنعمل كده بنتعرض للخسارة وبيدعملنا بطلط ما بنقبلهاش بتكون ملهمة لنا وحافز لنا إن إحنا نتدارك ونكسب بعد كده لكن إلغي وإنسف ودول ما ينفعوش وش عارف إيه وخلى عندكم مش عارف إيه إيه ده إيه ده ده وصل أستاذ إبراهيم الخطورة إنه بيدرب العيمة الأهلي بالعيمة الأهلي ده إحنا وصلنا منها الشخصانة أن جزء يحب الأستاذ إبراهيم وجزء يحب عدل القيع فأضرب أنا في إبراهيم وأعلي في عدلي وأضرب في عدلي ده إحنا في فرقة واحدة ولذلك أنا لما بلاقي مشهد زي محمد شريفا ما يجري يحتضن حسام حسن اللي نزل بدل وجابه الجون هو ده المعنى القوي يا جماعة ما تسيبوا إحنا بنكسب عشان متلحمين عشان الأنا تدوب في نحن الأنا تدوب في نحن الأنا مش عالية وأحيانا نخسر لما الأنا تعلم فأنتوا عايزين كل واحد يفكر في نفسه ولا إيه ده اللي أنتوا نفسكوا فيه إيه الثقافة اللي بتفرز هذه الزهنية الزهنية لا وما تقعدش تقول لي إحنا الجمهور الجمهور ما بيمنش على حد ولا حد فينا بيمن على النادي الآل النادي الآل ده كان حد بناء وقفدنا وصنعنا بما فينا الجماهير أهل جماهير مدين الآل الزخم والقيمة وبشتغل من أجلهم ده مش عايزة بناخشة ولولا جماهير الآل إنها الأعرض لكن مش معنى كده أنهم يملكون حق تسيير القرار وكل واحد عايز ياخده في سكته ويريتهم متفقين على رأ أنت لما تأخد أرأة وتخلصها مفيش حد حيقعد في مكانه أنت لو طرحت سؤال هتلاقي كل الإجابات مختلفة مفيش لعيب مفيش لعيب واحد من اللي كانوا بيتلعوم مفيش وغيرك بيعلي لعيبته جدا مفيش مفيش مفيش